بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مدرسة تطوير ألكترونية درسنا اليوم الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول في مادة لغة الخالدة وموضوع الدرس الفهم القرائي رسام القلب في هذا الدرس أيها الأحبة وفي هذا النص الذي بعنوان رسام القلب سنقرأ النص قراءة صحيحة ونتعرف على عمل جهاز رسام القلب وسنكتسب مفردات ومعاني جديدة فهيا بنا على بركة الله النص العنوان رسام القلب يقول إذا كنت في هم وضيق ولم تتمكن من التحدث إلى والديك فإنك قد تكتب لهما رسالة تطلب منهما العون وهكذا قلب الإنسان حينما يكون متعبا فإنه يمكنه إن أعطي الفرصة أن يكتب رسالة إلى الطبيب غالبا ما تجعله قادرا على عملية الإنقاذ إذن هو في بداية هذه الفقرة يلمح أيها الأحبة إلى جهاز رسام القلب وهو ذلك الجهاز الذي يقوم بعملية التخطيط لنبضات القلب وإرسالها للطبيب وبواسطتها يتم تشخيص عمل القلب إذن هو يكتب رسالة ولكنها رسالة من نوع خاص نكمل النص فنقول والرسالة التي يكتبها القلب ليست مكونة من كلمات بالطبع إذن هذه الرسالة التي يكتبها القلب لا تتكون من كلمات ما هي؟ يقول ولكنها خطوط متعرجة تشبه له طفل في كراسته إذن هو هنا يشبه هذه الرسالة التي يكتبها القلب وهي التخطيط بله الطفل في كراسته يقول ولكن تلك الرسالة التي تسمى رسم القلب الكهربائي تعطي الطبيب المتمرن صورة واضحة لحالة القلب وتشخيص ما به من أمراض إذن الطبيب المتمرن والمتمرس يفهم هذه الرسالة وإن كانت لا تتكون من كلمات وإنما تتكون من خطوط متعرجة وشبهها هنا بماذا؟ بلهو الطفل في كراسته إذن هذه هي الرسالة التي يكتبها القلب وهي موجهة لمن؟ للطبيب نكمل النص يقول ورسم القلب الكهربائي لم يكتشف دفعة واحدة أو بوساطة رجل واحد فمنذ سنين عديدة كان الإنسان يعلم أن انقباض أي عضلة يسبب شحنة صغيرة إذن هنا ينبه ويذكر أن هذا الجهاز لم يكتشف دفعة واحدة وإنما مر بمراحل عدة ولم يكن هذا الاكتشاف عن طريق رجل واحد وإنما عن طريق أكثر من شخص نكمل النص أيها الأحبة فيقول وبما أن القلب مكونة من عضلة فقد حاول العلماء أن يقيسوا ويسجلوا التيار الكهربائي الذي يسببه انقباض القلب أثناء ضرباته واضح؟ وبذلك يكتشفون أي خلل في عمل هذا العضو الحيوي فيبتدئون علاجه إذن هم سعوا إلى تسجيل الكهرباء أثناء الضربات وبهذا يبتدئون في علاج وتشخيص هذا المرض نكمل يقول ولكن كل الاختراعات التي عملت لهذا الغرض من غير الممكن الاعتماد عليها حتى جاء أستاذ هولندي واستعمل آلة بسيطة لم يفكر أحد من قبل في استعمالها ففي أوائل القرن العشرين كان ويليام إينت هوفن هذا الأستاذ الهولندي أستاذ علم وظائف الأعضاء في هولندا مهتما بدراسة القلب البشري إذن في أوائل القرن العشرين ظهر من الأستاذ الهولندي ويليام إينت هوفن وهو أستاذ علم وظائف الأعضاء في هولندا وقد كان مهتم بماذا؟ بدراسة القلب البشري وكان الطب وقتها قد قفز عدة قفزات كبيرة إذ اكتشفت في تلك المدة طرائق جديدة للتشخيص والعلاج تعمل بكفاءة ثم يقول وتوصل العلم إلى كشف الكثير من أمراض العيون والحنجرة والرئة والمعدة وكذلك عرف الطرائق جديدة مأمونة في الجراحة والأمراض الجرثومية ولكن القلب بقي كما هو سرا غامضا إذن هذا النص تحدث عن رسام القلب وهو ذلك الجهاز الذي يقوم بتخطيط نبضات القلب وهذا التخطيط يعطي الطبيب ماذا؟ إشارات يفهمها هو فقط لتشخيص عمل هذه العضلة وهي القلب نكمل الفقرات وننتقل بعد قراءتنا لهذا النص للفقرة التالية وهي أنمي لغتي هنا نريد أن نصل الكلمة بما يناسبها من ألف للعمود با فنقول التشخيص هو تعرف نوع المرض ببعض الأعراض المميزة أو المميزة إذن التشخيص هو تعرف نوع المرض بأعراضه التي تميزه أما الإنقباض فنقول تقلص عضلات القلب لدفع الدم داخل الشرائع إذن هذا هو معنى الإنقباض العضو الحيوي نقول جزء مهم من جسم الإنسان الأمراض الجرثومية نقول ما ينتقل عن طريق العدوى إذن هذه الكلمات أوصلناها بما يناسبها فالتشخيص هو تعرف نوع المرض والإنقباض التقلص العضو الحيوي هو الجزء المهم من جسم الإنسان والأمراض الجرثومية هي ما ينتقل عن طريق العدوى ننتقل للفقرة التالية يقول اختر الصواب بوضع ماذا خط تحته نختار الصواب ونضع تحته ماذا خطا مرادف أو مأة والخيارات الموجودة أشارة مد يهده تحدث إليه فما المرادف نقول أشارة إذن أو مأة مرادفها أشارة الفقرة الثانية هي يقول جمع معمل جمع معمل نقول ماذا أي خيارات نقول معامل والجمع هنا جمع ماذا أيها الأحبة جمع تكسير مفرد طرائق نقول هل هي طارق أم طريقة أم طريق نقول طريقة واضح مفرد طرائق وطرائق هنا جمع تكسير أيضا مفردها ماذا طريقة ننتقل للفقرة التالية ضد كلمة يسوءه بمعنى نقول أو ضدها ماذا يسره آلة تستخدم لإظهار أي تيار كهربائي نقول الجلفة نومتر إذن هذه هي الخيارات المناسبة للكلمات التي وردت في هذه الفقرات ننتقل لفقرة أخرى يقول هنا أجيب هل يستطيع القلب أن يكتب رسالة للطبيب واضح ذلك مر معنا في النص الرسالة التي يكتبها القلب موجهة للطبيب هي ماذا خطوط متعرجة وقد شبهها أو شبهت في النص بأنها أشبه ما تكون بله الطفل في كراسته فماذا نجيب هنا نقول ماذا هل يستطيع القلب أن يكتب رسالة للطبيب واضح ذلك نقول نعم ويكتب رسالة بطريقة التخطيط هل تفهم هذه الرسالة نعم تفهم من قبل الطبيب المتمر والطبيب ماذا المتمرس ننتقل لسؤال وفقرة أخرى كيف استطاع العلماء الكشف عن أي خلل يتعرض له القلب نقول عندما استطاعوا تسجيل التيار الكهربائي الذي يصدره القلب في أثناء ضرباته حينها فكروا في جهاز يستطيع تسجيل هذه الشحنة الكهربائية التي يصدرها القلب ثم فحصها وتشخيص ما يعاني منه بدقة إذن عند تسجيل الضربات فكروا بجهاز يسجل هذه الضربات وبعدها يتم تشخيص ما يعاني منه القلب بدقة ننتقل لفقرة أخرى يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه إذن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد ماذا سائر الجسد وهذا معنى الحديث ننتقل انطلاقا مما سبق أتعاون مع من بجواري لإكمال الشكل الآتي طبعا الحديث السابق الذي تحدث عن صلاح القلب وفساده فنقول القلب يصلح بالإيمان بالله وذكر الله الرضا بالقضاء والقدر ثم العفو وكل هذه الأمور ماذا تصلح ماذا القلب أما ما يفسد القلب فنقول الكذب الحقد التكبر وضعف الإيمان إذن لدينا في الجانب الأيمن ما يصلح به القلب وقلنا ذكر الله والإيمان والرضا بالقضاء والقدر والعفو أما في الجهة اليسرى هنا يفسد القلب بالكذب الحقد التكبر وضعف الإيمان إذن هذه بعض مصلحات القلب ومفسداته ننتقل أيها الأحبة لفقرة أخرى هنا في التقويم الختامي يقول هل يستطيع القلب أن يكتب رسالة للطبيب؟ وضح ذلك نقول مر معنا في النص أن القلب يكتب رسالة ولكنها من نوع خاص لا تتكون من كلمات ولكن تتكون من خطوط متعرجة يفهمها من الطبيب المتمرن وشبهت له الطفل في كراسته فنجيب هنا نقول نعم يكتب رسالة بطريقة التخطيط يكتب رسالة بطريقة التخطيط ننتقل أيها الأحبة لخلاصة ما تعلمناه اليوم في درسنا الفهم القراءي رسام القلب رسالة القلب وهي تلك الرسالة التي يكتبها موجهة للطبيب لا يفهمها أحد سواه وهي خطوط متعرجة أشبه بله الطفل في كراسته بواسطة هذا التخطيط يتم تشخيص المرض وماذا بدقة ومعاينته ومعالجته أينتهوفن هو ذلك العالم الهولندي الذي بدأ في أوائل القرن العشرين واهتم بماذا بالقلب وبالطب البشري هناك أيضا في النص مقارنة بين أينتهوفن والجهاز الآخر جهاز ولر وتعرفنا على بعض المفردات والمعاني في ماذا ما يخص رسام القلب والتشخيص والانقباض والعضلة إذن هذا هو درسنا اليوم الفهم القراءة رسام القلب نلتقيكم في درس آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته